يوسف شهين عرض علي مشهد جريء ورفضت أغني في الملاهي والأفراح وإيه لسه مش صاحبتي واللي حصل بيننا سوء تفاهم وكل ما اشتغل مع حدي يقولوا عني إني اتجوزتوا اعترفات جريئة للفنانة التونسية لطيفة بعد غياب طلت الفنانة التونسية لطيفة على الجمهور من خلال لقاءها مع الأعلامية منشز لي وكانت المرة الأولى اللي تتكلم فيها الفنانة لطيفة بحرية وتفتح قلبها للجمهور وتكشف فيه أسرار كتير من حياتها مش بس كده كمان كشفت جوانب من شخصيتها الجمهور ما كانش يعرف عنها حاجة فترى التصريحات اللي قالتها الفنانة التونسية لطيفة البداية كانت مع تصريحات الفنانة اللطيفة عن بداية مشوارها الفني ورفضها إنها تغني في الملاهي أو الأفراح وقالت لطيفة في تصريحاتها الأسرة كانت رفضة إنها غني في الأفراح أو الملاهي لأن تربيتي من وانا صغيرة تمنعني من الغنى في الأفراح والملاهي الليلية كمان من وانا صغيرة شهرت في تونس بالصوت التربي وكان فيه طبور ناس في تونس بيطلبوني وعايزيني اغني في افراحهم لكن ماما كانت بتهربني لبيت عمي عشان تبعدني عن الغنى في الافراح وكانت خايفة اني استهلك موهبتي في الافراح وقالت اني لازم اذاكر الاول وانجح وكانت بتخايفة على مستقبلي والغنى في الافراح والملاهي الليلية ما كانتش الحاجة الوحيدة اللي رفضتها الفنانة تونسية لطيفة لانها كمان رفضت مشهد جريء في فيلم سكوتها نصور فاسناء مشاركتها في الفيلم مع المخرج يوسف شهين طلب منها تعمل مشهد جريء في الفيلم وما كانش المشهد موجود في سيناريو وطلبه قدام الكاميرا لكن لطيفة رفضته وطلبت انها تنسحب من الفيلم بسبب المشهد وقالت له ان اغنيها اهداء ليهم لكنه رفض وكملت الدور كمان الفنانة لطيفة اتكلمت عن خلافها مع المطربة اللبنانية إليسا بسبب اللي حصل في حفلة رايو نايت في ليلة رأس السنة ووضحت لطيفة حقيقة الخلاف اللي حصل ما بينهم وقالت احنا جاهزنا للحفلة بشكل طبيعي جدا وكل حاجة كانت جاهزة وعملت بروفا مع عصالة لكن إليسا ما حضرتش البروفا ولما جات يوم الحفلة اطلق بطت وظهرت على المسرح في دور غير دورها وانا غنيت اللي كان مطلوب مني وبس ما خدتش دورها ولا حاجة انا غنيت الاغنية وما شفتش رد فعلها ولما رحت ورجعت الفندق لقيتها زعلت مني وحصل خلاف إليسا عمرها مكانت صاحبتي بس مفيش اي عداوة ما بينها بسلم عليها وبحبها وبحب اغانيها ولكن اللي حصل منها في الحفلة مش لقيا ليه اي تفسير والموضوع كله سوق تفاهم هي دخلت غلط كان المفروض اخلص المقطع بتاعي ومن ثم تدخل هي لكن هي دخلت بدري شوية وربنا يوفقها وانا بحبها ومش عايزيها تزعل ويتكلمت لطيفة كمان عن اشاعات الجواز اللي بتطلع عليها من الوقت للتاني واكدت انها كلها اشاعات غير حقيقية وما تجوزتش اي فنان انا طلع عليها اشاعات كتيرة عن جوازي وكل ما اشتغل مع اي حد يقولوا اني اتجوزته اشتغلت مع زيادة رحباني قالوا اني اتجوزته وزمان لما عملت اغنية بحب في غرامك وراغب علامة عمل مغرم يا ليل قالوا اني نتجوزنا بس ده ما حصلش ولما اشتغلت مع قازم الساهر قالوا اننا متجوزين وده ما حصلش خالص وانا عمري ما عاشت قصة حب مع فنان شهير وعمري ما حبيت فنان وما حصلش اني حبيت من اول نصرة قلنا انت كمان رأيك اي في تصرحات لطيفة ويترى اي اكتر اغنية بتحبها لها ترجمة نانسي قنقر